الحمد لله رب العالمين الحديث هذا له قصة ذكرها عليه الصلاة والسلام أن الرجل كان على دابته وهذه الدابة عليها طعامه وشرابه ثم سار بهذه الدابة وهو في وسط الصحراء وإذا بهذه الدابة تنفلت طيب كيف يأتي بهذه الدابة لا أحد يسمع به ولا أحد يراه أرض شاشعة واسعة لا أنيس ولا جليس فقال خلاص يعني فقد الأمل هو يعني قال خلاص أنا أنام تحت الشجرة وأنام لأموت بس يعني أنام خلاص ما في أمل يعني وراح نام تحت الشجرة فلما نام سبحان الله واستيقظ وإذا بهذه الدابة هذه الدابة اللي عليها طعامه وشرابه فوق رأسه تصوره فوق رأسه ففرح فرح شديد شديد جدا فقال كلمة طبعا هذه كلمة يعني ما تجوز لكنه قالها بدون يعني يقصد طبعا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح فالله سبحانه وتعالى يقول لنا لكل تائب لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يعني إذا هذا كان تصوير تقريبي إذا كان العبد يفرح فرح شديد يعني كانه ممصدق يعني الله أفرح منك إذا تبتل إليه سبحانه وتعالى وذاك يا ويدي يا بنتي إذا الإنسان فيكم مثلا اليوم قصر في الصلاة يروح يفتح للمصحف ويقال صفحة صفحتين أو يصدر ركعتين أو إذا عنده في يعني جيبه ربع دينار يتصدق أو يروح مثلا يبرؤ أمه وابوه يحب مع رأسهم وصلوا فياهم الله تواب يفرح بتوبة عبده لا تترك أنت التوبة دائما حاول أنك تكون تائب يا الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي كل أمر تقع فيه طيب هذا هو يعني شرح الحديث بشكل مختصر بسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا الآن معنا سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعني وهذه الآيات الكريمات نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآيات الكريمات وفيها الحث على القراءة والحث على التعلم ودين الإسلام كله علم وكله معرفة والإسلام لا يرضى بالأوهام ولا يرضى بالشعوذة ولا بالأمور التي فيها تضلل للناس دين الإسلام دين واضح دين يدعو إلى الاهتمام بالعلم أيا كان هذا العلم مدام نافع مدام نافع إنفع الأمة سواء كان علم شريعة أو علم حياتي يتعلق مثلا بالهندسة يتعلق بالطب يتعلق بالزراعة يتعلق بالمحاسبة وهكذا الإنسان عندما يتعلم كلما يتعلم زاد إيمانه ولا شك أن الإيمان بحاجة إلى معرفة ما يمكن الإنسان أن يكون قريب من الله وهو بعيد عن العلم أموما يا بنتي هذه الصورة هي أول من ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام طيب ناخذ السؤال الآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الطالبة شاهد حمد شوغن أم العازمي من مدرسة نفيسة بدي الحسن سؤالي هو ما الفرق بين الزكاة والصدقة دعثت لخير يا شاهد يا بنتي على هذا السؤال ما الفرق بين الزكاة وبين الصدقة طبعاً الزكاة واجبة والصدقة ليست واجبة الزكاة لها شروط معينة والذي يستحق الزكاة أصناف أيضاً معينة فالأموال الزكوية هي أربعة والناس الذين يستحقون الزكاة هم ثمانية طبعاً أنا أقولها باختصار يا بنتي من باب العلم يعني من باب العلم لأن غالب الشباب الصغار لحفظكم أنتم وكذلك الأولاد ما عليهم زكاة ما عليهم زكاة لأن ما عندهم نصاب وإلا إذا إلا إذا أنت ورثتي من الوالد أو من الوالدة أو مثلاً أحد أعطاكي مثلاً هبة يعني هدية أو أعطاكي مثلاً ذهب نعم يكون في زكاة واللي زكي هو الوالد طبعاً من نفس الفلوس التي تملكينها يا بنتي طيب أنا طبعاً رح أفصل هذا إن شاء الله بعد الفاصل عدنا إليكم بعد الفاصل وكان السؤال عن الفرق بين الصدقة والزكاة نقول طبعاً الصدقة هي ليست بواجبة لكن الزكاة واجبة طيب في أعماركم رح أحفظكم إذا ملكتوا شيء إذا أنتم ملكتوا شيء نعم عليكم الزكاة عليكم الزكاة فأقرب شيء البنت الآن لما أبوها أو أمها تعطيها ذهب وتملكها يا تقول هاي بنتي هذا الذهب لكي إذا مر عليه الحول وهي ما تلبسه يعني الحول السنة إذا مرت السنة كاملة وتي ما تلبسينها يا بنتي فيه زكاة إذا لبستيه ما فيه زكاة إذا لبستيه ما فيه زكاة طيب الزكاة طبعاً لها أصناف من أصنافها هناك زكاة تتعلق بها وهي مثل نعام وهي تشمل ثلاث أشياء بس البقر الأبل والبقر والغنم تمام في عندنا الزكاة الزروع والزروع هذه لها أشياء يعني تضبطها يعني وهو أن يكون الزرع وهو مقصد به الثمار والحبوب تكون مكيلة ومدخرة يعني مكيلة يعني بالكيل يعني مو بالوزن بالكيل يعني بالحجم وكذلك تكون مدخرة يعني التم تطول مثل التمر الحب أيضاً نفس الشيء إذا كان مدخرة وكذلك يوكال عموماً هذه أشياء باختصار كذلك زكاة الذهب والفضة الفضة لازم تكون مقدارها 595 595 جرام يكون فيها النصاب إذا قسنا ب سعر الفضة اليوم كذلك الذهب 85 جرام نحسبه بس سعر الذهب اليوم طيب هذه أيضاً كذلك أو شيء يسمونها روض تجارة أي شيء يا بنتي واحد يعرض سيارتها للبيع يعرض بيتها للبيع تمام ويصل بذلك التجارة يبيع ويشتري يبيع ويشتري هذي يسمونه زكاة العروض طبعاً هذه فكرة بسيطة جداً عشان تعرفون ما هي الزكاة طيب ما هي الأصناف اللي تستحق الزكاة هي ثمانية الفقير الفقير اللي ما يملك شيء وعاجز بعدين المسكين المسكين اللي عنده بس ما يكفيه بعدين أيضاً العاملين عليها الاشتران في الزكاة يأخذون يعطون الناس زكاة كذلك المؤلفة قلوبهم يعني مثل الإنسان يريد أن يدخل في الإسلام ويسع عن الإسلام وودة وكذا ومعطون يعني 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 من حالة أنه يريد أن يسلم مثلاً فنألف قلبه على الإسلام ونعطيه زكاة كذلك في الرقاب في الرقاب هو المأسور المأسور اللي وضعوه في الأسر في السجل مثلاً عند الأعداء كذلك وفي الرقاب والمديون اللي على ديون فلوس يعني طالبون الناس هذا نقدر نعطيه زكاة حساساً أن يسد الديون كذلك في سبيل الله الجهات في سبيل الله وكذلك الأمر يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل أيضاً نعطيهم زكاة كذلك الأمر الأخير ابن السبيل المسافر اللي ما عنده فلوس هو مسافر من قطع ما عنده يسكن في مكان أو يرجع إلى بلده نعطيه ظلم الزكاة هذه صورة بسيطة سريعة عن موضوع الزكاة وموضوع الصدقة الصدقة طبعاً الكلام فيها عام لأنه ما فيها شيء محدد الصدقة الأمر فيها واسع إنسان حتى يقدر يعطيه صدقة حتى إنه واحد غير مسلم حتى يعني يقدر من خلال الفلوس هذا يكسبه ويقرب للإسلام لكن عموماً الصدقة تشمل أشياء كثيرة أشياء كثيرة طبعاً نحن قلنا المؤلف قلوبهم من قليل ليس هذا المقصود به الآن الصدقة الصدقة هنا حتى لو ما تجد أن تألف على الإسلام تعطيه هكذا طيب هذا هو الجواب على هذا الشؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الطالبة عالية سلطان الاحتيابي من مدرسة نفيسة بنت الحسن سؤالي هو ما هو معنى الاستغفار وكيف يمكن للأطفال القيام به جاشرة خير يا بنتي عالية على هذا السؤال وهو ما معنى الاستغفار والاستغفار طبعاً هو الطلب الغفراء من الله عز وجل هذا معنى الاستغفار الطلب من الله سبحانه وتعالى أن الله يغفر لنا والاستغفار هو توبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنسان عندما يصلي إذا صلى وخلص الصلاة أشي يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله يعني على طول بعد الصلاة هذا يدل على أن الاستغفار نحتاجه في كل شي سواء في الطاعات أو إذا الإنسان أخطأ في حق ربه أو حق نفسه أو حق أهله يستغفر والاستغفار أيضا يأتي دائما في آخر الأعمال آخر الأعمال يعني مثلا الصلاة في آخرها يقول استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكهام كذلك الإنسان إذا أراد أن ينام يقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطعت أعوذ بك مشر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبه فاخفر لي فإنه لا يخفر الذنوب إلا أنت تلاحظون الاستغفار قبل أن ينام يعني آخر اليوم إذن الاستغفار معنا في حياتنا في أمورنا التي حنا يعني تعبد الله عز وجل بها دائما نذكر هذا الأمر وهذا المعنى العظيم كان عيصة السلام في المجلس الواحد يستغفر سبعين مرة أو مئة مرة كل هذا يدين على أهمية هذا المعنى والإنسان دائما يعرف لازم يعرف أنه مهما فعل مهما قال مهما سوى فهم قصر قصر في حق ربه عز وجل ولعل هذا الاستغفار يجبر الناقص اللي عندنا والله عز وجل يعفو عنه فما في واحد مستغني عن هذا الأمر بس إذا الإنسان استغفر يعزم على أنه لا يعود إلى الذنب يعني بعض الناس يستغفر ويعود مرة ثانية طيب أنت استغفرت استغفار يكون فيه الإنسان جاد مع ربه عز وجل أما استغفار هذا اللي بس بالكلام بس باللسان هذا ما ينفع الاستغفار له علاقة قوية بقلبك أهم شيء قلبك استغفر مو بس لسانك لسانك كذب ناس استغفر الله يقول هكذا ماشي على لسانك بدون تفكر بدون تفكر حرصوا على استغفار عيالي بناتي عودوا نفسكم خاصة أخر الليل خاصة أخر الليل إذا قعدتي يا بنتي أو قعدتي يا ولدي أخر الليل قبل أذان هذا الوقت مبروك والمستغفرين بالأسحار فقل استغفر الله استغفر الله استغفر الله إلى أن يعدن الفجر طيب يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته